شادي بيقول لي انا شغال في مركز طبي بيعالج مشاكل الزكورة اللي هي امراض الضعف الجنسي عند الرجال وطبعا الكلام ده كان عيب ان احنا نتكلم فيه وايه قلة الادب والكلام ده لا يا جماعة لا يوجد حرج في المرض ولا في المغاية احنا لما بندرس في الازهر العلاقة الزوجية وازاي الزنا وازاي الزواج وازاي الجماع والكلام ده كله الله تبارك وتعالى رافع عنا الحرج الامور دي واحنا بنتناولها بمنتهى الشفافية على انها قضايا علمية الرجل بقول انا اخصائي بشتغل في المركز ده دوري ان انا لما بيجي للمريض بجيب الجهاز وباخده وبدربه ازاي يستخدم الجهاز هل دخلي حلال ولا حرام طبعا دخلك حلال طالما لا تأكل من حرام وليسك شبهة لكن لو انت متخيل ان طبيعة العمل ده علشان خاص باماكن العورة وازاي يعمله وكلام ده كله مفيش مشكلة يا جماعة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدره بالعكس ده انت يعني بتشتغل في اشرف مهنة انك انت بتطبي بالناس وانت يعني بتأتي للناس بالدواء الناجع ان شاء الله فربنا يجري الخير على يديك وان شاء الله لو الصورة كما شرحتها دخلك حلال ان شاء الله اشتركوا في القناة